لك حاجة بحتة في النادي الاهلي عجبتني اللي التحامات هم اللي اخدينها برافا عليك كله كرة علي هم اللي اخدينها كله كرة اللي عبي مش واحد بس اللي بخش كان معنا مبارح جميلنا محمد داود وجايب احصائيات غريبة جد انه الزمالك في المباراة دي مفاز غير بالتحامين بس طوال المباراة والباقي كله اللي قال كذلك طبعا ونخلي بالك فيه لقطة برضو لازم الناس برضو تبوصلها النهاردة لما نادي الزمالك دخل في جن شوف علي معلول عمل ايه جاب اللعبة ولماها ولازم هموت فينا انا ما شفتش ده في الزمالك ما شفتش لعب وقف كلم اللعبة احنا ازاي نخسر ازاي احنا اطلعش ياخديني التلاتة بون مفيش الكلام دا فيه خلل فيه حاجة غلط وده بصراحة انا بحمل مسؤولات الكبات للفرقة يعني من الناس اللي انتوا لازم تكونوا لمن الدنيا والكلام ده وقت لا فيه لعبة مؤثرة وفيه لعبة تشارت كبيرة عليها بصراحة إنما لازم اللعبة دي تبص بالزبط للجماهير الجماهير اللي هي تعمانه وراكه الجماهير اللي بتسافر يعني متش اسوان انا من اكتر المشعة اللي زعلت عليها بصراحة ذعلت على الجمهور جمهور اللي بتافر تعيب جدا تعيب ورجع خصران بصراحة اسوان بقى من ناحية تانية هؤتي تعمان تولي الموسم بصراحة لا والله أنا والله بشيت بفرقة أسواعنا في ظل الظروف دي والإمكانيات ديات وقدوا بشكل كويس وعملين نتاج محترم ومعهم مدرب محترم لازم برضو فيه مدرب لازم برضو الواحد ياخد حقه إعلامياً كابتن طرق مصطفى نهاردة كابتن طرق مصطفى بسم الله ما شاء الله التالت على الدور المغربي يعني دي حاجة تحسب له يعني انا مش وقت حقه بس دينا له حقه مبرح بما يكفي يعني وعمل موسم رائع جداً الكابتن شوي غريب أكيد طبعاً يعني كابتن شوي بصراحة من المدربين اللي عندها خبرات كبيرة جداً من المدربين اللي مسكت منتخب مصر بيقدي بشكل كويس جداً مع فرقة المأولين عمل تيم وبدأ معها بشكل كويس بغض النظر على الناس تقولك لا إحنا فين المتعة فين مش عارف إيه لا أنا جماعة يعني فيه هدف عاوزة وصله فيه حاجة عاوزة وصلها وده اللي كان الكابتن علي مهر بيتكلم علينا جاء يعني الكابتن علي من المدربين برضو اللي أنا بحبها مرنت معها وقعي فيه هدف عاوزة يوصله وبيوصله بس اتعب ودايماً كان مصر اللي هو يا شاك غنب لازم تتعب ولازم توصل وإحنا كنت في الأسيوط معاها كابتن كريم كنا فرقة معلش هو اللي عملها ونادي معلش ما ولا فيه مدييات ولا الكلام ده بس كان معنا الرئيس رجل رئيس نادي محترم وقدر الحمد لله اللي إحنا نفنش في مركز كويس وطلعنا الأهل من الكاس عملتين محترم والكابتن علي بدأ يشتغل على كده وعنده طموح نفسه وصله